بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مخترحة في الرياضيات لبكالوريا 2020 رقم 13 فهو تمرين رائع وشامل أنصح به شعبة العلوم التجيبي والتقني الرياضي والرياضي إذن ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الحل حيث قال نعتبر المتتاليات العدديات المعرفة من أجل كل عدد الطبيعي an B V0 يسوينا 5 و u n زائد 1 يسوينا ناقص u n زائد 4 v n و V0 يسوينا ناقص 2 و Vn زائد 1 يسوينا 2 u n ناقص 3 v n قال واحد نضع من أجل كل عدد طبيعي أن أن an يسوينا u n زائد v n قال برهن أن المتتالية السؤال الأول قال برهن أن المتتالية an ثابتة إذن هنا سؤال بسيط نقول البرهان أن المتتالية التي اسمها آآن كيف هي ثابتة متى نقول عن المتتالية أنها متتالية ثابتة؟ نقول تكون آآن ثابتة إذا كانت جميع حدودها متساوية معناه أن آآن زائد واحد يساوينا آآن ويساوي حتى آآن صفرة الآن ننطلق من آآن زائد واحد إذا وجدناه يساوينا آآن فإنها ثابتة وانتهى الأمر إذن ننطلق من آآن زائد واحد يساوي آآن زائد واحد ها هي أولا العبارة آآن كيف ذلك؟ إذا وضعنا هنا آآن زائد واحد نضع هنا آآن زائد واحد ونضع هنا آآن زائد واحد آآن زائد واحد تساوينا آآن فماذا تصبح لنا ناقص آآن زائد أربعة في آآن ثم زائد آآن لهو إثنان آآن ناقص ثلاثة في آآن تصبح لنا تساوي عندنا هذا ومع هذا تصبح لنا كم تصبح لنا آآن ثم عندنا هذا مع هذا كم تصبح لنا زائد ذي آآن وتساوينا آآن لاحظوا تكون المتتالية ثابتة إذا كان عندنا آآن زائد واحد يساوينا آآن أو الفرق كذلك نقول آآن زائد واحد ناقص آآن يساوي السفر كلاهما صحيح نقول ومنه هكذا ومنه آآن متتالية كيف هي ثابتة بما أن المتتالية ثابتة ما معناه معناه أن آآن يصبح يساوينا آآن صفر لاحظتم؟ وهذا سوف نجيب عليه في السؤال الذي بعده إذ نأتي أبنائي إلى الجزء الآخر قال عبر عن الحد العام آآن لم يقول بداية الآن لأن المتتالية ثابتة نقول التعبير عن ماذا؟ عن آآن إذن نقول بما أن ماذا؟ آآن متتالية كيف هي؟ ثابتة ثابتة فإن ماذا؟ فإن آآن يساوينا آآن صفر ويساوي نعوذ هنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر نصبح لنا آآن صفرها هي قيمتها وذي صفرها هي قيمتها ماذا ينتج؟ تصبح لنا خمسة ناقص كم؟ ناقص اثنان ويساوينا كم؟ يساوينا الثلاثة إذن آآن لاحظوا كم قيمتها؟ إنها ثلاثة لماذا؟ لأنها متتالية ثابتة فقط بعدها نأتي الآن إلى G قال أحسب بدلة N المجموع أس أن الذي يساوي لنا مجموع من E هنا من E يساوي صفر إلى غاية E يساوي أن لآآن نركزوا آآن لاحظوا جيدا نقول حساب أس أن بدلالة أن نحن ماذا عندنا؟ عندنا أس أن يساوي المجموع هذا رمز المجموع من E يساوي صفر إلى غاية E يساوي أن لمن؟ لآآن لاحظوا هذه كيف نترجمها؟ نترجمها أنه من A0 زائد A1 زائد A2 زائد إلى غاية AN إذن ترجم لهذا الرمز قلت هذا الرمز المقصد منه المجموع من A0 إلى غاية AN المتتالية متتالية ثابتة نصبح لنا هكذا ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة هكذا إلى غاية هنا زائد ثلاثة كم من مرة تكرر هذه؟ تصبح لنا تساوي إذن أس أن يصبح ماذا يساوي؟ هنا الدليل الكبير نصبح لنا ثلاثة في الدليل الكبير ناقص الدليل الصغير زائد واحد دائما عدد الحدوء تقول قاعدة هكذا دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد واحد دائما سبحانا هكذا AN إذن دليل النهاية ناقص دليل البداية وزائد واحد دائما يعني بلغة الزائد صداقة سبحانا آس آن ماذا يساوي؟ يساوي أنه ثلاثة في آن زائد واحد هذا هو مجموعة متتالية الثابتة إذا مجموعة متتالية الثابتة دائما هو تلك العدد هو الحد حد هذا ثم يضرب في عدد مجموعة الحدود فقط لو كانت عندنا مثلا هنا خمسة لقلنا خمسة في عدد الحدود لو قال هنا إلى غاية آن زائد ناقص واحد لقلنا الداليل الكبير هو آن ناقص واحد ناقص صفر زائد واحد يذهب هذا مع هذا تصبح هنا آن بعد ما أنهينا مع هذا الجزء سوف نتطرق الآن إلى ثانيا قال نضع من أجل كل عدد طبيعي آن أنه بي آن يساوي أنه آن ناقص اثنان في آن قال برهن أن المتتالية بي آن هندسية إذا نكتب هنا البرهن أن ماذا أن بي آن كيف هي متتالية كيف طبيعتها هندسية نحن نعلم أن تكون متتالية هندسية نقول تكون بي آن متتالية كيف هي هندسية إذا كان إذا كان ماذا إذا كان بي آن زائد واحد أفوا إذا قلت إذا كان بي آن زائد واحد يساوي أن ماذا يساوي أن بي آن في عدد اسمه كي إذا تحقق هذا الأمر فالمتتالية متتالية هندسية حيث كي يكون عدد حقيقي لاحظوا جيدا ننطلق من بي آن زائد واحد يساوي إذا وضعنا هنا زائد واحد نضع هنا زائد واحد ونضع هنا زائد واحد لاحظتم مثل ما كنت أكتب إذا فتصبح لنا ماذا ننطلق بي آن زائد واحد ناقص إثنان في في آن زائد واحد يساوي الـ آن زائد واحد ها هي قيمتها نأتي بها ونضعه هنا ناقص إثنان في الفي آن زائد واحد نضعه هنا لاحظتم يعني الأمر جد بسيط سبحانا ماذا ناقص آن زائد أربعة في في آن ناقص إثنان في في آن نأتي بهذه ونعوذها وهي 2UN-3 في VN وأنا عيني دائما علي أن أصل إلى هذه القيمة وهي نحن ماذا يقول تعريف VN في Q معنى أن نجد هذه القيمة مضروبة في عدد حقيقي فماذا ينتج؟ تصبح لنا تساوي ناقص UN زائد 4 في VN هذا في هذا ناقص ماذا؟ تصبح لنا ناقص 4 في UN ثم هذا في هذا زائد 6 VN يصبح يساوي عند هذا وهذا تصبح لنا ناقص 5 UN ثم زائد 10 VN وأنا عيني دائما على هذه العبرة انظروا هنا هنا كم المعامل في هذا المكان ناقص 5 وهنا 1 إذن أكيد سوف نستخرج ناقص 5 عن مشترك لا جدالة في ذلك لأن هنا المعامل 1 وهنا المعامل كم؟ ناقص 5 إذن ناقص 5 هو الذي يخرج لنا كعين مشترك سبحي لنا BN يساوي لنا ناقص 5 في UN أعيد النشر أبنائي هذا في هذا ناقص 5 UN وهذا في هذا يعطينا 10 VN ها هي أمامكم الآن ماذا نتج؟ أصبحت تساوي تساوي أن هذه القيمة هي لمن؟ إنها لبيئان أصبحت بيئان في ها هو الكي اللي هو في ناقص 5 هل وصلنا إلى التعريف الذي كنا نريد أن نصل إليه؟ هل علاقة؟ نعم انظروا ها هي أمامكم انظروا ها هو الكي وها هي بيئان وها هي بيئان زائد واحد ماذا نحكم مباشرة؟ نقول لاحظتم؟ يعني الأمر جد بسيط نقول ومنه بيئان متتالية كيف هي؟ متتالية هندسية أساسها كي يساوي أنك ناقص 5 بعدها قال وحدها الأول حدها الأول الآن يصبح جد جد بسيط لاحظوا ها هي العبارة قال بيئان إذاً يريدوا أننا جد بيسفر إذن هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر تصبح لنا بيسفر ماذا يساوي؟ بيوسفر ها هي فناقص 2 في فييسفر فما هي ناقص 2 تصبح لنا خمسة في ناقص 2 conscient يصبح لنا زائد أيضة 4 وتساوينا 9 إذن بيصفر نصبح كم يساوي 9 وكي كم يساوي يساوي لنا ناقص 5 فقط ابنائي. بعدها نتطرق الان الى السؤال. قال احسب عبارة الحد العان بدلالة ان. اذا نكتب هنا حساب بدون اقواص. بدلالة ان. لما نكتب بدون اقواص المقصد عبارة الحد العان. اولا المتتالية المتتالية الهندسية فنقول بي ان يسوينا بي في قوة ان ناقص بي. حيث هنا الحد الذي انطلقت منه. فنقول بما انها انطلقت من بي سفر فنقول بي ان يسوينا بي سفر في قوة ان. نصبح لنا بي ان يسوينا البي سفر اللي هو تسعة. في الاساس اللي هو ناقص خمسة لكن لا ننسى الاقواص قوة ان. لان لو نكتبها بدون اقواص صبح لنا تسعة ناقص ناقص خمسة قوة ان. وهذه كتابة خاطئة. اذا احذروا. اذا ها قد الان قمنا بي ان يسوينا تسعة في ناقص خمسة قوة ان لان الاساس هو ناقص خمسة فقط. بعدما انهينا مع هذا السؤال نتطرق الان الى جي. قال احسب بدلالة ان كذلك المجموع اس ان فتحة الذي يسوينا من بي سفر الى غاية بي ان. اذا نقول حساب ماذا اس ان فتحة بدلالة ماذا بدلالة ان. اذا هنا عندنا تصبح هنا اس ان فتحة يسوينا يعني هذه لما نترجمها تصبح هنا من بي سفر زائد بي واحد زائد 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 الى غاية بي ان. وهذا مجموع لمن؟ لمتتالية هندسية. لان البيت تحدثنا عليه وقلنا انها متتالية هندسية. فصبح هنا اس ان فتحة مجموع المتتالية الهندسية يقول الحد الاول للمجموع في الاساس قوى عدد الحدود. عدد الحدود داليل الكبير ناقص الصغير زائد واحد. يعني ان ناقص صفر هو ان زائد واحد. صبح هنا ان زائد واحد ناقص واحد على الاساس ناقص واحد. وفيه الكثير من يقول يا استاذ انت مخطئ في القانون يا ابناء مرات تجدوها واحد ناقص الاساس قوى عدد الحدود وهنا واحد ناقص كي. ضرب البسط والمقام في النقص واحد يعني متشابهة. يعني هذه الكتابة هي نفسها هي بي صفر في واحد ناقص كي. قوى عدد الحدود على واحد ناقص كي. لان ضرب البسط والمقام في النقص واحد ولم يتغير شيء. مصبح هنا اس ان فتحة يسوي. البي صفر ها هي قيمتها. لهي تسعة في الاساس لهو ناقص خمسة. الكل قوى آن زائد واحد ناقص. لاحظوا ناقص واحد على الاساس ناقص واحد. لم اقف على الشيء انما انا اريد التعويض. حين تسعة على ماذا؟ على ناقص ستة لان هذه تعطي لكم ناقص ستة. في ماذا؟ في ناقص خمسة الكل قوى آن زائد واحد ناقص واحد. يمكن ان نكمل هنا الحساب. تصبح ان بعد ما نختازل من هنا ثلاثة ومن هنا ثلاثة تصبح ان كم؟ تصبح ان اس ان فتحة يسوي كم؟ يسوي ناقص ثلاثة على اثنان في ناقص خمسة الكل قوى آن زائد واحد ناقص واحد هكذا. يمكن ان نشر او نتركها كما هو. لانها ليس بالضرورة انما قال احسب حسبنا فقط. عندما انهينا مع هذا السؤال نأتي الان الى السؤال الاخير. لهو سؤال استنتاجي قال استنتج عبارتي كل من او آن وذي آن بدلالة آن. اذا نكتب هنا استنتاج عبارتي كل من ماذا؟ من او آن وذي آن. اكيد كلاهما بدلالة آن. لاحظوا وانتبهوا ارجوكم. هنا ابناء اولا نحن ماذا نملك؟ نملك ان آن قلنا كم يسوي؟ يسوينا الثلاثة. هذا ماذا يعني؟ يعني ان او آن زائد في آن كم يسوي؟ يسوينا الثلاثة. لي اقول احدكم لم افهم. عندنا هذه العلاقة. وهذه القيمة وجدنا قيمتها كم ثلاثة؟ ألا سبحانا او آن زائد في آن هي الثلاثة؟ نعم. ها هي الجملة المعادلة الاولى. نأتي الان كذلك عندنا ماذا؟ عندنا او آن ناقص. هكذا قلت ناقص. اثنان في في آن يسوينا بي آن. وبي آن ما هي قيمته؟ أليس بي آن قيمتها التي حسبناها من قبل هي تسعة في ناقص خمسة الكل قوة آن؟ نعم. اذا يمكن ان نقوم بمحي هذه كلمة بي آن ونعوذ هذا. لان بي آن متتالية هندسيا نعرف قيمتها. وهي تسعة في ناقص خمسة الكل قوة آن. نركزوا جيدا. ها هي تحصلنا على جملة معادلتين. هنا يمكن ان نتخلصها بواحد من الآخر. يمكن الآن ان نقوم بالطرح. بالطرح نطرح هذا وهذا. نصبحنا او آن ناقص او آن زائد ماذا؟ زائد في آن. يعني اطرح هذا من هذا وأطرح هذا من هذا. فتصبح لنا ذي آن زائد اثناني ذي آن تساوي لنا ثلاثة ناقص تسعة في ناقص خمسة الكل قوة آن. أولا هذا وهذا ذهب فأصبحت لنا هنا ثلاثة ذي آن يساوي لنا ثلاثة ناقص تسعة في ناقص خمسة الكل قوة آن. بما أن هذا فيه فيذهب صبحنا ذي آن يساوي لنا ثلاثة على ثلاثة ناقص تسعة على ثلاثة في ناقص خمسة الكل قوة آن. نختزل هذا مع هذا وهذا مع هذا فتصبحنا VN ماذا يساوي أنه واحد ناقص ماذا ناقص ثلاثة لاحظوا جيدا في ناقص خمسة الكل قوة هذا فيما يخص ماذا VN بقيت لنا الآن UN إذا قلت بعدما استخرجنا VN نأتي الآن إلى UN أمره جد بسيط نختار أي واحدة نعوذ فيها مثلا إذا أتينا بهذه القيمة وعوذناها في هذا الموضع فماذا ينتج ينتج لنا أن UN يصبح يصبح لنا UN زائد ماذا زائد VN قلنا ننقل هذا أولا ننقل هذا إلى هنا يصبح لنا UN ماذا تساوي تساوي أنها ثلاثة ناقص VN يصبح لنا UN يساوي ثلاثة ناقص هذه القيمة نأتي بها ونضعها هنا يصبح لنا ناقص ثم نفتح قوس واحد ناقص ثلاثة في ناقص خمسة الكل قوة ومنه UN يصبح لنا يصبح لنا يصبح لنا إثنان لأن هذا مع هذا إثنان زائد ثلاثة في ناقص خمسة الكل قوة هذه هي ماذا هي عبارة الآن ويمكن أن نتأكد أن إذا جمعنا ماذا إذا جمعنا UN زائد VN يجب أن نجدها إذا جمعنا لاحظوا UN زائد VN يجب علينا أن نجدها تساوينا كم؟ ثلاثة تعالوا نجرب إذن إذا قلنا UN زائد VN يساوي UN قلنا هي إثنان زائد ثلاثة في ناقص خمسة الكل قوة زائد VN لهو واحد ناقص ثلاثة في ناقص خمسة الكل قوة يذهب هذا مع هذا واجمعوا هذا مع هذا كم؟ إنها الثلاثة إذا لاحظتم إذن نحن على سواب يعني أتيت VN التي وجدناها عوضنا هنا والVN عوضنا هنا فوجدناها أن تسعين AN الذي قيمته في الأول أنها ثابتة هي الثلاثة وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددان باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته